السلام عليكم تدريسين راح سوى هذا الفيديو البسيط انه على طريقة تسجيل عن طريق بوابة التدريسي وشون ترفعون المحاضرات وشون ترفعون السيفي هذا الموقع مالكلية الرشيد وهذا المواضح امامكم الرشيد call.edu.aiq راح تمفتح لكم هاي الواجهة راح نروح على التدريسيين بعد التدريسيين راح نروح على بوابة التدريسيين راح نضغط عليها راح نفتح لنا اسم المستخدم وكلمة المرور اسم المستخدم كلمة المرور راح تاخدوهن اما من مقرر القسم او عن طريق مسؤول موقع الكتروني اللي المعتمد بالقسم اللي بصراحة معرف منه تاخذونه وتسجلون دخول تسجيل الدخول راح نشوف احنا راح يدخلنا على هاي الواجهة اللي صار وصار اسم التدريسي الموجود انثبت هنا للأسفل وكل المعلومات كالستينغ تدخلون عليها هاي راح نسوي اضافة المحاضرة راح نروح هنا على كلمة اضافة محاضرة المحاضرة الخاصة بي اسوي اضافة محاضرة اضغط على اضافة محاضرة تكتبون اسم المحاضرة اهنان حسب لكتر وان لكتر تو وهكذا او لاب اذا كان اذا كان التدريس عنده اكثر من مقرر فانه راح يختار المقررات مالتا راح يجيه هنا اكثر من مقرر اذا كان اي مشكلة فتتواصلون ويستاد سيف اللي مسؤول الموقع هو او مقرر القسم اللي امود يحلو لكم هاي المشكلة المقرر اهنان مثلا انا عندي مثلا المرحلة الاولى الميديكال كيميستري اختاره علوان المحاضرة هاي بكيف كونت تسجلوها بتواريخ قديمة بتواريخ لاحقة لان احتمال راح تنزلون من امام عشر محاضرات الكود المحاضرة اما تخلون كوده تطول الطلاب او يسويوا المباشر يفضل تحميل مباشر بعد ما تحملون اهنان تختارون هاي المعلومات وتملوها نختار المحاضرة ندوس على تحميل ملف المحاضرة اضغط على تحميل ملف المحاضرة راح تمفتح لي هاي الواجهة انتظر شويه اضغط هنا لتحميل الكتاب المرفق راح اروح على مكان المحاضرة مكان المحاضرة ما التويني تكون على شكل بي دي اف مثلا انا اهنان المحاضرات اروح مثلا المديكل كورس الاول او الفصل الاول عندي هاي دي دي اف راح تبدأ تحمل المحاضرة بعد ما يكمل التحميل هي تلقائيا راح تنرفق هاي تنغلق الواجهة انغلقت الواجهة وصارت هنا تم تحميل الملف بنجاح انا سوي اضف 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 انضافت المحاضرة صارت عدي بعد ما اكمل ارجع اضغط هنا بعد الانتهاء من رسالة المحاضرة ارجع اضيف محاضرة بعدها وهكذا هاي بالنسبة للمحاضرات اضيف المحاضرات المفروض من اما تكون عشرة لكل مقرر اضيفوها اما بالنسبة لاضافة السي في فاضافة السي في تكون اضغط هنا على الاعدادات user sitting اعيدها مرة ثانية انا بتعرفون عندي انا انفتحت هاي لدي الواجهة عندي هنا هاي اما user sitting اما هاي او هاي هنا بالاسفل الواضحة هاي او هاي اضغط عليها راح تنفتح لي هاي الواجهة تقدرون هنا رقم تليفونكم تثبتوه الايميال مالتكم الايميال الشخصي هذا كان الايميال اذا كان الشهادة مالتكم المعلومات كانت فيها غلط فتقدرون تضيفوها راح تضيفون الحساب من جوجل سكولر من طلبه ومنعدكم طلب دكتور علي الحساب من اوركايد الحساب من ريسيرج جيت اضيفوهم اي حسابات الخاصة بالبحوث المواقع البحثية البوبيلون او الريسيرج اي دي وحساب البوبيلون اضيفوه هنا تاريخ مالتكم الصورة الشخصية تقدرون ترفعوها من هنا سوين تحميل السيرة الذاتية اكون هناك كلمة تحميل ملف من حاسبة اضغط عليها نفس الحالة مال بحث العفو مال بحوثي اسوي اضغط هنا لتحميل السيرة الذاتية لازم السيرة الذاتية تكون على شكل بي دي اف وتكون باللغتين العربية والانجليزية موجودة وتسولها تحميل راح ترفع بعد ما تسولون تحميل تسولون تعديل هنا راح يكون اللي هي المطلوب منعدكم هاي الطريقة كاملة شون تعدلون اضيفون محاضرة اضيفون السي في شون تضيفون الحسابات جوجل سكولر والبقية اما اضافة البحوث مالتكم اذا اضيفون البحوث كذلك تروحون هاي هنا المحاضرة اما البحوث اذا ننزل للأسفل راح نقول البحوث هنا المنشورة اضف بحث نفس الاضافة المحاضرة اسوي اضف بحث تاريخ النشر بياسنة بلد النشر تسجلوا عنوان البحث تجيبون العنوان كامل مكان النشر المجلة يعني بيا مجلة رابط البحث البحث المو منشور على الانترنت تجيبون تبحثون عليه بالانترنت تضيفوه هنا وترفعون ملف البحث رفع الملف نفس الحالة مع الـ CV السيرة الذاتية والهذا اضف هنا تحميل كتاب المرفق ملف الPDF يدعوكم مع البحث وراه سوي اضافة راح يصير عندكم من زل البحوث هنا هنا هل صار update كامل للبروفايل مع لدكم شاء الله استفاديتكم من هذا الفشير بسيط مختصر سريع انا متستفاد من عدة اشتركوا في القناة